أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث السنوي التجاري وطلاب الصف الخامس بمدارس التعليم الفني التجاري في حلقة أو في أول حلقتنا عن منهج المحاسبة الحكومية اليوم إن شاء الله هنبدأ أول حلقة لنا من حلقات منهج المحاسبة الحكومية وطبعا منهج المحاسبة الحكومية منهج من المناهج المهمة جدا اللي بيتم دراستها لطلاب أو بيدرسها طلاب الصف الثالث بمدارس التعليم الفني سواء الثلاث سنوات أو الخمس سنوات شعبة الشؤون القرونية وبيدرس أيضا طلاب دبلوم المدارس الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات شعبة الإدارة والتصويق وسوق المال إن شاء الله بإذن الله نتمنى لكم رحلة تعليمية سعيدة إن شاء الله من خلال دراسة منهج المحاسبة الحكومية أنتم طبعا درستم في الأعوام السابقة محاسبة مالية وبعض فرور المحاسبة الأخرى يعني طلاب شعبة الإدارة مثلا درسوا محاسبة الضرائب وهكذا نحن إن شاء الله هندرس منهج مهم جدا خلال العام الحالي وهو منهج المحاسبة الحكومية هنتعرف على منهج المحاسبة الحكومية اللي هو طبعا المحاسبة الحكومية زي ما احنا عارفين عزيزي الطلوب فرع مهم جدا من فروع علم المحاسبة وده بيطبق فيه المؤسسات الحكومية الإدارية غير الهدفة للربح هنتعرف على شكل المنهج أو مكونات المنهج بتاعنا أو الموضوعات اللي احنا هندرسها إن شاء الله خلال العام الحالي اللي بدأوا الله سبحانه وتعالى إن يوفاكم إن شاء الله وتحققوا أهدفكم ومبتغاكم وتوصلوا لأعلى الدرجات وتحققوا أعلى الدرجات عشان من أجل أن ترفعوا من شاء بلدنا العزيزة مصر الغالية على قلوبنا جميعا اللي بتمنى أن تكونوا شوالة نشاط إن شاء الله بإذن الله وتفيدوا بلدكم وتفيدوا مجتمعكم إن شاء الله المحاسبة الحكومية زي ما أوضحنا عزيزة الطلاب فرع مهم جدا من فروق إن المحاسبة اللي بيطبق فيه المؤسسات الحكومية اللي هي طبعا إيه الغير هدفة للربحة أو بيسموها الوحدات الحكومية الإدارية المنهج بتاعنا بيتكوهم من أربع واب الباب الأول خاص بالإطار العام للمحاسبة الحكومية هنتكلم فيه عن تعريف المحاسبة الحكومية وهنتكلم فيه أيضا عن نطاق تطبيق المحاسبة الحكومية أو نطاق سريان ومجالات تطبيق المحاسبة الحكومية يعني هي الوحدات الحكومية الإدارية التي تطبق فيها المحاسبة الحكومية وأهداف المحاسبة الحكومية هنتكلم أيضا في نفس الباب اللي هو الباب الخاص بالإطارة عن المحاسبة الحكومية عن السمات الخاصة بالمحاسبة الحكومية وكذلك أسس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية وأوجه الشبه والاتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية وكذلك أوجه الاختلاف اللي هي أوجه المقارنة بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية هنتناول أيضا نقطة مهمة جدا وهي العلاقة بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية ده طبعا هيكون في الباب الأول اللي بيعتبر مدخل لدراسة منهج المحاسبة الحكومية وهو الباب اللي هيكون بأنوان الإطار العام للمحاسبة الحكومية الباب الثاني وهو الخاص بالنظام المحاسبي الحكومي ودي طبعاً هنتعرف فيه على تعريف النظام المحاسبي الحكومي ومقاومات النظام المحاسبي الحكومي وطبعاً مقاومات النظام المحاسبي الحكومي هنتعرف فيها على المقاومات الأساسية اللي طبعاً نكتفي بالتعرف على المجموعة المستندية والمجموعة الدافترية وخلال دراستنا للنظام المحصب الحكومي هنحاول نركز على بعض الدفاتر دفاتر أستاذ وكذلك الدفاتر أو السجلات البانية والحصائية هنتعرف على مجموعة من الدفاتر أو كيفية التسجيل لعمليات والأحداث داخل هذه الدفاتر من ضمن هذه الدفاتر طبعا زي ما وضحنا دفتر الأستاذ اللي هو دفتر حساب الشيكات 56 عنحا ومن ضمن دفاتر أو السجلات البانية والحصائية هيكون عندنا طبعا سجل حصة طلبات الصرف الوردة 55 عنحا وسجل الارتباطات 291 عنحا أو 292 عنحا وكذلك أيضا ميزان المراجعة اليومي أو دفتر الحزبة اليومية 69 عنحا دي مجموعة الدفاتر هنركز عليها أو هيكون اهتمامنا بها أو بتسجيل العملات داخل هذه الدفاتر بالجانب الأجزاء النظرية اللي هنتعرف عليه الباب الثالث من أبواب منهج المحاسبة الحكومية بيتكلم عن الموازنة العامة للدولة وطبعا دي باب مهم جدا نتعرف من خلاله على المعصود بالموازنة العامة للدولة والهيكل التنظيمي للموازنة العامة للدولة وأنواع أو الموازنات العامة للدولة وكذلك مميزات كل نوع من هذه الأنواع وأيضا هنتعرف على كيفية استنتاج العجز النقدي أو الفائد الخاص بالموازنة العامة للدولة نتعرف الباب الثالث على الموازنة العامة للدولة تعرفها والهيكل التنظيمي للموازنة العامة للدولة وكذلك أيضا كيفية استنتاج العجز النقدي إذا كان هناك عجز نقدي الباب الرابع وهو خاص بالتوجيء المحاسبي للعمليات الحكومية العمليات الحكومية اللي هي الأحداث المالية اللي بتتم داخل الوحدات الحكومية من صرف وتخصيل وشراء وتخزيل وغيرها من العمليات الأخرى بنشوف هذه العمليات إزاي هيتم تسجيلها داخل دفتر اليومي وأنتعرف على تسع موضوعات في الباب الخاص بالتوجيء المحاسبي الحكومي هذه الأبواب التي سندرسها أو الموضوعات التي سنهتم بدراستها خلال العام الدراسي الحالي وإن شاء الله ربما نسمحلك تعالى يوفقه تعالوا ننتقل إلى الجزء الأول أو الباب الأول وهو الخاص بالإطار العام للمحاسبة الحكومية المенноسود بالمحاسبة الحكومية الأول المحاسبة الحكومية لها طبيعة خاصة عزيز الطلاب لأن طبعا بيحكمها قانون المحاسبة الحكومية فرعا من فروعا من المحاسبة وطبعا بيطبق في كل دولة وكل دولة من الدول بيكون لها قانون مختلف عن الدولة الأخرى وطبعا في مصر بيحكم العمل المحاسبة الحكومي القانون رقم 127 لسنة 1981 يبقى من مقاومات النظام المحاسبة الحكومية أو من مقاومات المحاسبة الحكومية القانون اللي هو رقم 127 لسنة 1981 باتكلم هنا على جمهورية مصر العربية لان كل دولة من الدول هتكون طبعا لها تشريعات مختلفة عن الدول الاخرى يعني لو رحنا مثلا دولة زي المملكة العربية السعودية او دولة زي الإمارات هل لها عندهم العمل المحاصب الحكومي بيحكموا تشريع او قانون يختلف عن القانون او التشريع اللي موجود في جمهورية مصر العربية احنا بنتكلم عن المحاصبة الحكومية في جمهورية مصر العربية وطبعا مرتبطين بالقانون اللي بينظم العمل المحاسب الحكومي وهو القانون 127 لسنة 1981 طيب المادة التانية من القانون 127 لسنة 1981 حرفت المحاسبة الحكومية وضع التعريف للمحاسبة الحكومية وده التعريف اللي احنا هنلتزم به خلال دراستنا لمنهج المحاسبة الحكومية هو التعريف اللي جالي في الاقتبار اللي يعرف المحاسبة الحكومية ما ينفعش يعرف حتى لو فيه نك تعريفات أخرى في كتب أخرى خارج القانون 127 لسنة 1981 إنه نك طبعا أسدزت وعلماء المحاسبة عرفوا المحاسبة الحكومية بتعريفات كتيرة لكن هنهتم بالتعريف اللي حددته المادة التانية من القانون 127 لسنة 1981 واحدة وتمانين هو القانون اللي بينظم العمل المحاسبي داخل المؤسسات والوحدات الحكومية الإدارية تعالوا نشوف مع بعض ايه هو التعريف اللي حددته المادة التانية في القانون 127 لسنة 1981 للمحاسبة الحكومية يبقى أول جزئية أنا أخدها في الباب الأول وهو الخاص بالإطار العام للمحاسبة الحكومية هو تعريف المحاسبة الحكومية المادة التانية من القانون 127 زم أوضحنا لسنة 1981 عرفت المحاسبة الحكومية بأنها القواعد اللي بتلتزم بها الجهات الإدارية الحكومية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة طيب نقف عند الموازنة العامة للدولة لأن بعض الطلبة احنا مش عايزين نحفظ عايزين نفهم ايه هي الموازنة العامة للدولة؟ الموازنة العامة دي عزيزي الطلاب هي عبارة عن بيان تقديري يبقى حاجة بتكون مقدرة لمصرفات أو استخدامات لأن كلمة استخدامات وكلمة مصرفات ممكن نستبدالهم وبعض لكن طبعا الاستخدامات أشمل وأعمل من المصرفات عائزين ستة من العام التالي احنا طبعا متعودين أن السنة المالية في المنشئات التجارية بتبدأ في واحد واحد من العام الحالي وتنتهي واحد وثلاثين 20-21 وتنتهي في 30-6-20-22 أخذت 6 شهور من السنة الحالية و 6 شهور من السنة التالية طيب احنا عايزين نعرف بقى ايه الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة دي عبارة عن بيان تقديري بمصرفات يعني بالنفقات اللي هتنفق الدولة طول السنة او اللي مقدرها الدولة انها تنفق طول الفترة المالية اللي بتبدأ في 1-7-3-6 من العام التالي 1-7 من العام الحالي و 36 من العام التالي وكذلك الموارد او الاراضات المقدرة اللي هتيجي او هتحصل للدولة خلال العام الحالي الموازنة العامة هي بيان تقديري بمصرفات واراضات الدولة عن سنة مالية مقبلة او تالية طيب يبقى المحاسبة الحكومية بتهتم بايه بتهتم بوائب القواعد اللي هتلتزم بها الجهات الادارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة اللي عرفناها بانها بيان تقديري مفصل بمصرفات وايرادات الدولة عن سنة مالية تالية هل بس القواعد ديت هتلتزم بها الجهات الادارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة فقط لا وتأشيرات هزيل موازنة وتسجيل طبعا وتبويب العمليات المالية اللي هي الاحداث المالية اللي تجريها من طبعا صرف مبالغ وتحصين مبالغ وشراء وتخزين اللي يكل العمليات المالية تبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار النتائج وتحليلها اللي بتعبر عنها طبعا المراكز المالية والحسابات الختمية لهذه الجهات بحيث تعطي صورة حقيقية له. طيب تعالوا نعيد تالي التعريف يبقى المخزمة الحكومية هي القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختمية لهذه الجهات بحيث تعطي صورة حقيقية له. لو جالي سؤال وقال لي عرف المحاسبة الحكومية احنا من التزمين بالتعريف اللي حددته المادة التانية من القانون 127 لسنة 1981 واحد وتمانية ايه اهداف او ايه هو نطاق سريان او نطاق تطبيق المحاسبة الحكومية او مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية يعني بصراحة كده السؤال اين تطبق المحاسبة الحكومية يبقى نطاق سريان المحاسبة الحكومية هي مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية هي اين تطبق المحاسبة الحكومية نحن عارفين بشكل عام أعزائي الطلاب أن المحاسبة الحكومية بتطبق في الوحدات الحكومية الإدارية غير الهدفة للربح يبقى ناخد بالنا أن أنا عندي بشكل عام المحاسبة الحكومية بتطبق في الوحدات الحكومية غير الهدفة للربح يبقى لو حد سألني أين تطبق المحاسبة الحكومية تقوله في الوحدات الحكومية الإدارية غير الهدفة للربح لكن القارون 127 لسنة 1981 حدد لي مجالات تطبيق أو نطاق سريان المحاسبة الحكومية أول مجال عندنا واحد وهو وحدات الجهاز الإداري للدولة وحدات الجهاز الإداري للدولة دي متمثلة في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لهذه الوزارات يبقى أول حاجة أو أول نطاق حدده القارون اللي هو وحدات الجهاز الإداري للدولة وده طبعاً متمثلة في الوزارات والمصالح التابعة لهذه الوزارات الوزارات زي وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي وزارة المالية وزارة الصحة وكل الوحدات الفرعية من هذه الوزارات أو المصالح الحكومية التابعة لهذه الوزارات هي عبارة عن الوحدات الجهاز الإداري للدولة اتنين وحدات الحكم المحل وده طبعاً بتشمل مراكز المدينة في المحافظات والمحافظات والمدن والأحياء والكرة ومدريات الخدمات اللي بتشمالها موازنات هذه المحافظات والمراكز والمدن والكرة زي ما أوضحنا طيب عندنا أول حاجة وحدات الحكم المحلي الثاني حاجة وحدات الحكم المحلي نقطة الثالثة أو النطاق الصراعي الثاني أو مجال التطبيق الثاني أو رقم ثلاثة الهيئات العامة ذات الطابع الخدمي وطبعا دي وكافة الأجهزة اللي بتشمالها الموازنة العامة للدولة الهيئات العامة ذات الطابع الخدمي دي زي إيه؟ زي الهيئة العامة للتأمين الصحي زي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دي كلها هيئات ذات طابع إيه؟ خدمي ودي أيضا بتغضع أو بيطبق فيها المحاسبة الحكومية أربعة الصناديق والحسابات الخاصة ودي طبعا بيتم إنشاءها بمقتدى قوانين أو قرارات جمهورية ودي تكون موجودة طبعا في كل محافظة من المحافظات وفي كل وزارة من الوزارات بيطلق عليها الصناديق والحسابات الخاصة ودي بيتم إنشاءها بمقتدى قوانين أو قرارات جمهورية. يبقى لو جالي سؤال حدد مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية أو ما هو نطاق سريان المحاسبة الحكومية. القانون طبعا 127 لسنة 1981 لو حدد لي أربع مجالات. لو جالي سؤال مثلا أذكر نطاق سريان المحاسبة الحكومية أو قال لي أذكر مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية هقول له أربعة فقط. بدون شرح وبدون تفصيل واحد. وحدات الجهاز الإداري للدول. اتنين وحدات الحكم المحلي. تلاتة الهيئات العامة ذات الطابع الخدمي. أربعة الصناديق والحسابات الخاصة. يبقى أنا عندي أربع مجالات تطبيق للمحاسبة الحكومية أو أربع نطاق سريان للمحاسبة الحكومية يبقى السؤال هنا عزيزة الطلاب أخب بالي أين تطبق المحاسبة الحكومية عندنا أهداف للمحاسبة الحكومية لكن قبل ما نروح للأهداف الفرعية للمحاسبة الحكومية عزيزة الطلاب عايزين نقبلنا من حاجة مهمة أن الهدف العام للمحاسبة الحكومية هو قياس الأداء الحكومي قياس الأداء الحكومي يبقى قبل ما نروح للأهداف الفرعية اللي حددها القانون 127 لسنة 1981 للمحاسبة الحكومية. نحن عندنا هدف عام للمحاسبة الحكومية وهو قياس الأداء الحكومي ومراقبته يبقى الهدف العام للمحاسبة الحكومية هو قياس الأداء الحكومي أو تقييم الأداء الحكومي ولكن المد القانون 127 لسنة 1881 حدد لنا أربع أهداف أو خمس أهداف للمحاسبة الحكومية تعالوا نشوفهم مع بعض الهدف الأول ترشيد المصروفات العامة ترشيد المصروفات العامة الهدف الثاني الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة الهدف الثالث الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء به يبقى ناخد بالنا أول هدف ترشيد المصروفات العامة اللي هو الانفاق بحكمة يعني المصروفات لو سبناها كده نصرف بدون حذر ممكن كل واحدة تصرف مبالغ ويبقى فيه نوع من التبذير داخل هذه الوحدات لكن المحاسبة الحكومية بتقوم بعمل ترشيد لهذه المصروفات اللي هو الانفاق بحكمة على المصروفات العامة على الوحدات الحكومية الإدارية داخل الدولة اتنين الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة طبعا احنا بنحط موازنة عامة للدولة او الحكومة بتقوم باعتماد بوازنة عامة للدولة او مجلس الشعب بقوم باعتماد الموازنة العامة للدولة اللي وضعتها الحكومة وبالتالي احنا عايزين حد يراقب على تنفيذ زي الموازنة العامة فبنقوم بالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة من خلال المحاسبة الحكومية او من خلال العمل المحاسبة الهدف الثالث الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها كل الوحدات الحكومية الإدارية الموجودة في الدول بيبقى عليها التزامات عليها مبالغ للغير ويبقى بيبقى عندنا هدف هنا لمحاسبة الحكومية هل الوحدات الحكومية الإدارية دي فعلا قامت بالوفاء بالمبالغ اللي عليها أم لا يبقى أنا عندي ثلاث هداف أول هدف ترشيد المنصفات العامة الهدف الثاني الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة الهدف الرابع الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء به طب الهدف الرابع بيقول لي الرقابة المالية قبل الصرف يعني قبل صرف الأموال ونظم الضبط الداخلي يعني الرقابة الداخلية داخل كل واحدة من الوحدات الحكومية الإدارية على الأموال بخاصة بالجهات الإدارية نفسها أو أموال بتغضع لإشراف أو بالدر هذه الجهات سواء كانت هذه الأموال إرادا أو أصولا أو حقوقا الهدف الخامس وهو توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسات واتخاذ القرارات أنا عندي خمس أهداف للمحاسبة الحكومية لو جالي سؤال طبعا وقال لي أذكر أهداف المحاسبة الحكومية أقول له واحد ترشيد المصروفات العامة اثنين الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة ثلاثة الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي أربعة قلنا الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي لأموال الجاية الإدارية أو الأموال التي تدرها سوى طبعا كتذه الأموال إرادا أو أصولا أو حقوقا الهدف الخامس هو توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة المالية واتخاذ القرارات لكن أقب بالي عزيزي الطلاب أن فيه هدف عام للمحاسبة الحكومية وهو تقييم الأداء الحكومي وعشان أوصل الهدف ده لابد أننا حقق الخمس أهداف اللي احنا حددناهم فيه أو تم تحديده في القانون 127 سنة 1981 الجزئية المهمة عزيزي الطلاب اللي هي أسس قياس النتائج فيه المحاسبة الحكومية إيه أسس قياس النتائج إحنا عايزين نحدد النتائج الخاصة بالمحاسبة الحكومية طيب هيتم تحديد النتائج فيه ضوء الأسس اللي هي أسس قياس النتائج ما هي أساس قص النتائج؟ نحن في المحاسبة المالية عندما درسنا المحاسبة المالية وخدنا منهج في الصف السن هو منهج الجرد والتسوات الجردية تكلمنا عن أساس مهم جدا وهو أساس الاستحقاق وأوضحنا أن الأساس المطبك في المحاسبة المالية هو أساس الاستحقاق نحن عندنا في المحاسبة بشكل عام في علم المحاسبة تلت أسس الأساس الأول منهم وهو الأساس النقدي الأساس الثاني وهو أساس الاستحقاق وسيما أوضحنا ده الأساس المطبق في المحاسبة المالية الأساس الثالث بيسموه الأساس النقدي المعدل أو المشترك أو المختلط يعني ممكن نختصروا على طول أولي الأساس المعدل أو الأساس المشترك أو الأساس المختلط يبقى إحنا عندنا ثلاث أسس لقياس النتائج في المحاسبة بشكل عام اللي هم إيه؟ الأساس النقدي أساس الاستحقاق الأساس المعدل أو الأساس المشترك أو يسمى الأساس المختلط إيه المعصود بالأساس النغدي وإيه المعصود بأساس الاستحقاق وإيه المعصود بالأساس المعدة أو المشترك والمختار تعالوا نشوف الأول إيه هو المعصود بالأساس النغدي وأنه أساس من هذه الأساس هو المطبك في المحاسبة الحكومية طيب أي أساس من الأساس دي ممكن يطبك في المحاسبة الحكومية لكن اللي هيحكمني هنا بقى الدولة الأساس اللون في دولة إيه يعني إيه يعني قلنا قبل كده أن المحاسبة الحكومية مرتبطة بقانون والقانون أو التشريعات القانون دي بتختلف من دولة لدولة وبالتالي كل دولة ممكن تختار الأساس اللي يتناسب مع ظروفها فممكن احنا عندنا في مصر مثلا المادة الخمسة من القانون 127 بسنة 1981 حددت لنا الأساس النقدي كأساس معتمد لقياس النتائج في المقاسبة الحكومية طيب يبقى لو رحنا دولة تانية مثلا زي المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو غيرهم من الدول سواء دول عربية أو دول غير عربية مثلا دول أوروبية هنلاقي عندهم أساس آخر بيطبق في المقاسبة الحكومية ممكن تطبق الأساس النقدي زينا حسب القانون اللي عندهم أو التشريع اللي بيحكم العمل المقاسبي داخل المؤسسات الحكومية في هذه الدول أو تستخدم الأساس استحقاق أو تستخدم الأساس المعدل أو المشترك أو المختلف طيب إحنا في جمهورية مصر العربية المادة التانية المادة الخامسة من القانون 127 لسنة 1981 حددت لنا الأساس النقدي كأساس معتمد لقياس النتائج في المحاسبة الحكومية طبعاً ده سيكون على اختلاف مع المحاسبة المالية اللي بتعتمد أساس استحقاق كأساس لقياس النتائج داخل الوحدات الاقتصادية طبعاً الهدفة للربحة لكننا عندنا الوحدات الحكومية الإدارية غير هدفة للربحة أو المحاسبة الحكومية بتطبق في الوحدات الحكومية الإدارية غير الهدف فلنرحه دي اختلاف أيضا بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية احنا هنوضح أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية خلال حلقة اليوم إن شاء الله لكن تعالوا نشوف مع بعض أول أساس عندي من أسس قياس النتائج وهو الأساس النغدي في دوق هذا الأساس بيتم طبعا في دوق الأساس النغدي بيتم تحميل الفترة المالية بالإرادات التي تم تحصلها فعلا بصرف النظر عما إذا كانت تخص الفترة المالية من عدمه وتحميل نفس الفترة بالمصرفات التي تم سددها فعلا بصرف النظر أو بغض النظر إذا كانت تخص الفترة المالية من عدمه طيب إيه هو بقى عايزين نوضح ناخد مثال عشان نفهم أكتر المقصود بالأساس النغدي اللي طبعا اعتمدته المادة الخمسة من القانون 127 لسنة 1981 كأساس معتمد مطبق في الوحدات الحكومية الإدارية هنتابع حديثنا عن الأساس النغدي كأساس من أسس قياس النتائج في المحاسبة بشكل عام والمحاسبة الحكومية في جمهورية مصر العربية بشكل خاص انتظرونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة اهلا بكم مرة تانية يا عزياء الطلاب وهنستكمل حديثنا عن أسس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية قبل الفاصل كنا نتكلم عن أساس النغدي وقلنا أن الأساس النغدي هو الأساس المعتمد طبعا في المحاسبة الحكومية كأساس لقياس النتائج ودي طبعا وفقا للمادة الخمسة من القانون 127 لسنة 1981 ونقب بالنا دايما نتذكر القانون ده لأنه مهم لأنه ده القانون اللي بيحكم العمل المحاسبي داخل الوحدات الحكومية الإدارية طيب إيه الأساس النغدي؟ فضوء الأساس النغدي ما بنسجلش في الدفاتر الحكومية غير المبالغ التي يتم سدادها نغدا فعلا أو يتم تحصلها نغدا طيب أنا عملت أعمال الوحدات الحكومية الإدارية أمد بأعمال ولها مبالغ عند الغير محصلتها واش في المحاسبة المالية كنا بنعتبر ده إراد طالما الوحدة الحكومية أو الوحدة الاقتصادية أدت الأعمال حتى لو ما خدتش فلوس يبقى ده يعتبر إراد لنا وما خدناهوش يبقى ده إراد يسجل فين في الدفاتر ده من اللي بولت ده؟ من اللي قال الكلام ده؟ ده أساس الاستحقاق إنما الأساس النغدي قال إيه؟ لا مش هنسجله حتى لو قمنا بالأعمال خلال العام الحالي لكن ما حصلناش المبلغ لا يعتبر إراد يسجل داخل الدفاتر يبقى العبر هنا إيه؟ بتحصيل الإراد أو سداد المصروف نقدا يبقى وفقا أو طبقا للأساس النغدي مش هيتم تسجيل أي أحداث مالية داخل الدفاتر المحسبية الحكومية إلا اللي تمت نقدا فعلا سواء كانت مصروف أو كانت إراد وكفى يبقى ده المعصوب بالأساس إيه؟ بالأساس النغدي هنسجل العمليات داخل الدفاتر اللي تحصلت فعلا إذا كانت إراد أو اللي تسددت فعلا إذا كانت مصروف طب إحنا قمنا بالأعمال اللي هي الخاصة بالإراد دي أو إحنا حصلنا على مقابل المبالغ أو المصروفات اللي احنا دفعناها اللي هي الخدمات اللي واحدة حصلت الخدمات حصلت ما حصلتش مش مشكلة طالما دفعت المبالغ تعتبر مصروف يسجل أو يحمل على نفس السنة المالية اللي هي طبعا تبدأ في 1-7 وتنتيه في 30-6 1-7 من العام الحالي وتنتيه 30-6 من العام التالي كذلك بالنسبة للإرادات هتسجل الإرادات اللي تخص إيه الفترة لا اللي تدفعت في نفس الفترة تعتبر أو اللي تخصلت في نفس الفترة تعتبر إراد طيب لو كانت هي بقى مخصلة عن أعمال تم تأديتها في سنة سابقة أو تم تحصلها عن أعمال هيتم تأديتها في سنة لاحقة يعني السنة الجاية تعتبر إذا في نفس السنة الحالية يبقى مش هنفرق هل الأراضي ده اللي أنا حصلته يخص السنادي ولا يخص السنة السابقة أو عن أعمالها تؤدى في السنة التالية مش فرقه هو تحصل السنادي بأراضي السنادي المصروف كذلك طالما المصروف اندفع نقدا السنادي يبقى مصروف السنادي حتى لو كان عن أعمال تم تأديتها في السنة السابقة أو عن أعمال هيتم تأديتها أو هتخصل عليها لوحدة الحكومة الإدارية في السنة التالية من اللي حدد الأساس النقدي القانون 127 في المادة الخامسة منه حددنا الأساس النقدي كأساس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية. ده الأساس النقدي. طيب إيه الأساس التاني؟ الأساس التاني هو أساس الاستحقاق. وتعالوا نشوف مع بعض الأساس اللي استحقاق طبعا طبقا لهذا الأساس بيتم تحميل الفترة المالية بكافة الإرادات والمصروفات التي تحققت خلال الفترة بصرف النظر عن تحصيل تلك الإرادات أو سداد تلك المصروفات. يعني إيه؟ يعني العبرة بالحصول على الخدمة اللي هي مقابل المصروف أو تأدية الخدمة للغير اللي هي مقابل الإرادة. طالما إحنا قدنا الخدمة للغير يبقى يسجل فين؟ في الدفاتر. طالما إحنا حصلنا على الخدمة يبقى تسجل فين؟ في الدفاتر. دفعنا المبالغ ما دفعنا هاش. الموضوع مش هيفرق معنا خالص. يبقى هنا لا اعتبار للإيه؟ للسداد النقدي أو التحصيل النقدي. أهم ما يحكم أساس الاستحقاق هو الحصول على الخدمة اللي هو مقابل المصروف أو أداء الخدمة للغير اللي هي مقابل الإرادات. طالما إدينا الخدمة للغير يبقى تحقق الإرادة. طالما حصلنا على الخدمة يبقى تحقق المصروف ويسجل داخل الدفاتر. يبقى هنا الأساس النقدي أو سواء سددنا نقدا أو حصلنا الإرادة نقدا مش هيفرق معنا حاجة لأن أساس الاستحقاق بيعمل استقلالية في السنوات المحاسبية عن بعضها البعض ما يعملش تداخل على عكس طبعا الأساس النهدي اللي ممكن يحصل تداخل من سنة لسنة طبعا الأساس النهدي ما بيفصلش بين السنات المالية أهم حاجة يكون حصل نهدا أو سدد نهدا بالنسبة للمصوف أما أساسا الاستحقاق فأقول لا أنا أحافظ على استقلال السنوات المالية لابد أن تكون الإرادات دي تحققت أو عن أعمال أو عن أعمال تحققت في نفس السنة المالية وكذلك المصوفات دي لازم تكون عن أعمال تحققت في نفس السنة المالية ما ينفعش تكون أنا دفعت مبالغ والمبالغ دي هتحقق في السنوات التالية أو دفعت مبالغ في السنة سابقة أو السنة دي عن أعمال تم تأديتها في السنة سابقة زي ما أساسا الاستحقاق بيقول يبقى كده أساسا الاستحقاق تبقى له هيتم تحميل الفترة المالية بكافة الإرادات والمصرفات اللي اتحققت خلال الفترة او نفس الفترة المالية بصرف النظر عن حصلنا الاراض او سددنا المصروف يبقى التحصيل والسداد هنا مش هفرق معنا الاساس التالت اللي هو الاساس النقدي المشترك او بيطلق عليه الاساس النقدي المعدل او الاساس النقدي المختلط ودي طبعا الاساس التالت من قصص قياس النتاج في المحاسبة الحكومية طبقا لهذا الاساس او في المحاسبة بشكل عام طبقا لهذا الاساس طبعا هنجد أن الأساس النقدي المشترك أو المعدد أو المختلط وغب بعض المميزات من الأساس النقدي وبعض المميزات من أساس الاستحقاق فهنجد أن الأساس النقدي بيطبك على كافة الإرادات فقط يعني في ظل الأساس المشترك أو المعدد أو المختلط أي إرادة يحصل نقضة نبقارات في نفس السنة التي حصل فيها ما ليش دعوة بقى عن أعمال قدية في عام سابق هتؤدى في عام تالي مش مشكلة أهم حاجة أو قدية في نفس العام أهم حاجة أن يكون الإيراد خص النقدا بالنسبة للمصرفات هنطبق على بعض المصرفات أساس الاستحقاق وبعض المصرفات الأخرى هيطبق عليها الأساس النقدي أوضحت الأساس النقدي المشترك أو المختلط أو المعدل أنه هو واخد بعض المميزات من الأساس النقدي هيطبق الأساس النقدي على كل الإيرادات أو على كافة الإيرادات ويطبق أساس الاستحقاق على بعض المصرفات والبعض الآخر هيطبق عليها الأساس النقدي دي أسس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية عزيان الطلاق وضحنا أنه عندنا تلت أسس قياس النتائج الأساس النقدي وأساس الاستحقاق والأساس المعدل أو المشترك أو الموقت لكن أخذ بالي الأساس المطبك في المحاسبة الحكومية في جمهورية مصر العربية هو الأساس النقدي يعني لو جالي سؤال في الاقتبار ما هو الأساس المطبق في القياس النتائج في الوحدات الحكومية الإدارية في جمهورية مصر العربية أقول له الأساس النقدي على طول لكن لو دولة غير جمهورية مصر العربية أروح بقى أشوف القانون اللي بيحكمها بيحكم العمل المحصب داخل هذه الدولة وأشوف هذا القانون حدد أي أساس من الأسس القياس الثلاثة لقياس النتائج داخل هذه الوحدات الحكومية الإدارية. نحن عندنا في جمهورية مصر العربية الأساس النقدي هو الأساس اللي بيحكم العمل المحاسابي الحكومي. وده طبعاً طبقاً للمادة الخمسة من القانون مية سبع وعشرين لسنة الف تسعمية واحد وتمانين. يبقى لو جالي سؤال ايه يا قصص قاسي النتاج? أقول له عندي تلت قص. أساس نقدي. أساس الاستحقاق والأساس المعدل أو المشترك أو المختلط. يجي لي سؤال يقول لي ايه هو الأساس المطبك في الوحدات الحكومية الإدارية في الجمهورية مصر العربية. أقول له الأساس النقدي. ده طبقاً طبعاً لنص المادة الخمسة من القانون مية سبع وعشرين لسنة الف تسعمية واحد وتمانين. لأنه ممكن في السنة الجاية القانون يتغير. مجلس الشعب مثلاً يورد على مشروع قانون أو تعدلات على القانون مية سبع وعشرين سنة الف تسعمية واحد وتمانين. ونقول احنا عايزين نغير ليس هنستخدم الأساس النقدي لأسباب واحد اثنين ثلاثة ويقتنع المجلس بالأسباب ديات فيقوم يغير من الأساس النقضي لأي أساس تاني سواء بقى الأساس الاستحقاق أو الأساس المعدل أو المختلط أو المشترك يبقى دائما بيحكمني في العمل المحاسبي ويخلق نقوم بالنا أن القانون 127 لسالة أرض 1981 ده بيعتبر من مقومات النظام المحاسبي الحكومي زي ما نشوف بعد كده إن شاء الله لما نيجي ندرس أعزائي الطلاب في الباب الخاص بالنظام المحاسبي الحكومة اللي هو الباب التاني عندنا أيضا سمات للمحاسبة الحكومية تضح لنا كده إن المحاسبة الحكومية فرع له سمات خاصة عن غيره من فروع المحاسبة تعالوا نشوف مع بعض أول سمة من سمات فرع المحاسبة وزي ما أوضحنا عزيزي الطلاب إن المحاسبة الحكومية بتتبع الأساس النقضي يبقى من سمات المحاسبة الحكومية زي ما أوضحنا اتباع الأساس النقضي اثنين الإعفاء من الضرائب الإعفاء من الضرائب هنا يقصد أن الوحدات الحكومية الإدارية طبعا دsti وحدات حكومية غيرها دفل الرب وبالتالي هي معفاء من الضرائب ومن سمات الوحدات الحكومية التي تطبق فيها المحاسبة الحكومية أنها معفاء من الضرائب النقطة الثالثة من خصائص المحاسبة الحكومية نأخذ بلا أن كلمة سمات بمعنى خصائص أيضاً يعني لو قال لي خصائص المحاسبة الحكومية هي أيضاً السمات العامة للمحاسبة الحكومية يبقى ثالث خاصية عدم إعداد حسابات النتيجة هي المحاسبة الحكومية بتطبك في الوحدات الهدفة للربح لا ده بتطبك في الوحدات الحكومية الإدارية غير الهدفة للربح وبالتالي ما فيش حاجة طبعاً في المحاسبة الحكومية أو سمة من سماتها أو خاصية من خصائصها ان احنا ما بنقدش حسابات النتيجة والمقصود هنا بحسابات النتيجة اللي هو حساب المتجرة ورباح القسائر او قيمة الدخل الخاصية الرابعة وهي عدم حساب اهلاك للأصول السابتة في ظل المحاسبة الحكومية ما فيش حاجة ان احنا نعمل اهلاك للأصول السابتة احنا عارفين طبعا ان الهلاك للأصول السابتة ده بيتم حسابه في ظل المحاسبة المالية لكن في ظل المحاسبة الحكومية ما بيبقاش هناك حاجة لحساب إهلاك للأصول السابقة النقطة رقم خمسة أو الخاصية رقم خمسة اللي هي عدم تكوين الاحتياطات والمخصصات الاحتياطات دي طبعا بتحتجز من الأرباح الخاصة بالوحدة الاقتصادية وطبعا احنا في المحاسبة الحكومية الوحدات الحكومية اللي دارية ما يشهد فلالربح وبالتالي ما بتحققش أرباح وبالتالي ما فيش هناك أرباح عشان نحتجز منها احتياطات وكذلك أيضا المخصصات اللي هي الخاصة بالخسائر المحتملة ما بيتمش تكوينها أيضا في المحاسبة الحكومية مع القلم أن هذه المخصصات بيتم تكوينها طبعا في المحاسبة المالية زي ما هنشوف وهنوضح في أوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية السما رقم ستة أن طبعا المحاسبة الحكومية بتلتزم بالقواعد القانونية واللوائح والتشريعات عند تقييم الأداء طبعا زي ما قلنا أن بيحكم العمل المحاسبة الحكومي القانون 127 لسنة 1981 وطبعاً اللوائح والتشريعات المنبسقة من هذا القانون النقطة رقم 7 عدم التفرق بين المصروفات الإرادية والمصروفات الرأسمالية عايزين نوبع هزيزة طلاب الجزئية دي ايه هو المقصود بالمصروفات الإرادية والمصروفات الرأسمالية طبعاً المصروفات الإرادية دي بتنفق في سبيل الحصول على الإرادة يعني هي مبالغ بتنفقها الوحدة سواء بقى الوحدة الحكومية او الوحدة الوحدة الحكومية اللي هي الإدارية الحكومية غير الهدفة للربح او الوحدة الاقتصادية الهدفة للربح طيب بتنفق في سبيل الحصول على الإرادة يعني مثلاً لو رحنا هناك مثلاً في الوحدات الاقتصادية الهدفة للربح نحن ندفع جور للموظفين ندفع مصروف كهرباء ومصروف مية بندفع مصاريف كتير مثلا مصروف الدعاية والإعلان مثلا زي مصروف الإيجار كل هذه المصروفات بندفعها في سبيل الحصول على الإرادة يعني المنشأة مش هتخصل على أراد غير لما تنفق هذه المصروفها طيب إزاي يعني مثلا دلوقتي لو أنا عايزة أعمل شغلان جايب عمال مشغالهم عندي لو ما جبتش عمال يشتغلوا عندي مثلا في المحل مين اللي هيبيع للزبائن في المحل يبقى لازم أنا أجيب عمال أشغالهم في المحل وأنفق هذه النفقات و Competition مرتبات وánd cuiهم أجور علشان أقدر أحصل على الإراد وبالتالي أحصل على المشروف عشان كده أتنطلك على الصرفات دي المصاريف الأراضية يبقى المصاريف الأراضية يعني المصروفات التي تنفق في سبيل الحصول على الإراد عشان نحقق إراد لابد أن ننفق مصروفات أو ننفق نفقها طيب إيه المصروفات الرأسمالية بقى المصروفات الرأسمالية دي بتنفق على الأصول السابتة زي السيارات والألات والأراضي والمباني والأدد والأدوات وكذا يا إما بننفق عشان نحصل على الأصل السابت يعني عشان مثلا نستورد سيارة من مثلا أوروبا مثلا أو من الصين مثلا من دولة الصين عشان نستورد السيارة رابط دي نحن ندفع مصاريف الجمركية وتأمين على السيارة وكذا المصاريف النقل بتاعها والمصاريف الجمركية وكذا دي تعتبر إيه؟ تعتبر جزء من تكلفة السيارة نفسها لأن إحنا لو ما ننفقش ناشة زي المبالغ اللي هي مصاريف النقل والمصاريف الجمركية ما كناش هنحصل على السيارة وبالتالي المصاريف اللي بتنفقها المنشأة أو اللي بتوقف عليها الحصول على الأصل دي تسمى مصاريف رأس ملي تعتبر جزء من تكلفة الأصل يعني لو أنا شارز مثلا السيارة بمئة ألف جنيه وفي خمس تلاف جنيه كمان مصاريف نقل ومصاريف جمركية علشان السيارة توصل لعندي أو آلة شاريها بمئة ألف وعشان أنا مستورد الألة دي من الخارج علشان يجيبها عندي وسبتها وتبقى صالحة للاستخدام هصرف لي كمان عشر تلاف يبقى كده تكلفة الأصل مية وعشر ألف جنيه يبقى كده قيمة الأصل مية وعشر ألف جنيه فين المصرفات بقى مفيش يبقى المصرفات الرأس مليا لا تظهر اسما في الدفاتر ودعا طبعا على عكس المصرفات الإيرادية اللي هي مثل مصرف الكهرباء ومصرف المياه ومصرف الإنارة ومصرف الأجور والمرتبات اللي هي تظهر في الدفاتر اسما أما المصرف الرأس مليا اللي هي بتنفك على حصول السابتة فتعد جزء من تكلفة الأصل السابت هنوضح كمان مش بس المصرف الرأس مليا هي اللي بتتكبدأ المنشأة في سبيل حصولها على الأصل لا ده هناك بعض المصرفات الرأس مليا بتنفكها المنشأة علشان تعمل إيه عزيزي الطلاب علشان تزود الطاقة الإنتاجية للأصل السابت أو تزود عمره الافتراضي أو تزود كفاءته على سبيل المسأل عندنا مثلا آلة كان بتطلع تالف كل مئة وحدة تطلع وحدة تالفة لو أدخلنا مثلا جبنا مهندس والمهندس دي خاد مثلا مبلغ ألف جنيه علشان يدخل تعديلات على الآلة بحيث إنها ما تطلعش تالف ويبقى كده رفعنا من كفاءة الآلة يبقى الألف جنيه ده يعتبر جزء من ثمن الآلة وليس مصرفا يحمل طبعا لحسابات النتيجة اللي هي مثلا على سبيل المسأل قائمة الدخل يبقى المصرفات اللي هتنفق علشان ترفع كفاءة الأصل السابت دي تعتبر جزء من ثمن الأصل وتضف على ثمن الأصل يعني أوسل لو الآلة دي كانت بمئة ألف خلاص بعد ما ادخلت التعدالات دي بقت بمئة ألف وواحد مئة وواحد ألف جنيه ده لو اتكلمنا عن الكفاءة طيب ممكن نزود الطاقة الانتاجي على سبيل المثال مثلا كان عندي وحد آلة أو مكان التصوير بتطبع في الساعة آآ ألفين آآ ورقة طيب لو احنا دلوقتي أعزائي الطلاب آآ أمنا بميال إيه اللي هم بي أدخلنا تعديلات على مكنة التصوير فزودنا الكفاءة الانتاجية آآ أو زودنا عدد الورق اللي ممكن تطبعوا آآ هذه أو مكنة التصوير خلال آآ العمل بتاعي بدل ما كان بتطبع في لوم مثلا ألف ورقة لها تقدر تطبع ألف ومتين ورقة ألف وثلاثمائة ورقة مثلا في الحالة دي المبالغ اللي احنا انفقناها على التعدلات اللي احنا اتخلناها على الآلة يعني المبلغ اللي اخذوا المهندس مثلا وتمن الأدوات اللي جابها ضفة للمكنة علشان بدل ما تطبع مثلا ألف ورقة تطبع ألف ومتين ورقة مثلا أو ألف وثلاثمائة ورقة المبلغ دي اعتبر مصروف راسما لأنه كده عمل يزود الطاقة الانتاجية للأصل أو سيارة مثلا كانت تقطها القصوى أنها تمشي مئة كيلو مثلا أو تمشي على صورة مئة وعشرين كيلو في الساعة دخلنا عليها تعدلات خلناها تقدر تمشي على مئة وخمسين كيلو في الساعة يبقى في الحالة دي المبالغ اللي احنا انفقناها تعتبر مبالغ رأس مالية وتعتبر جزء من تكلفة الأصل وده الفرق بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأس مالية يارب تكونوا استفدتوا أو عرفتوا الفرق بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأس مالية زي ما خدنا مثال زي المصروفات الإيرادية زي الإيجار المحل أو الإيجار والأجور والمرتبات اللي بتطفع الموظفين وهي دي مبالغ بتنفق في سبيل الحصول على الإيراد أما المصروفات الرأس المالية فهذه تنفك في سبيل الخصول على الأصل السابت أو تنفك فتؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للأصل أو تؤدي إلى زيادة الطاقة الانتاجية أو الكفاءة الانتاجية للأزول السابت في ظل المحاسبة المالية طبعاً بنفرق بين المصروفات الإراضية والمصروفات الرأس المالية المصروفات الرأسية بتضاف على قيمة الأصل السابت زي ما وضحنا أما المصروفات الإراضية فبتحمل لقيمة أو حسابات النتيجة اللي هي طبعاً قيمة الدخل أو الحسابات الختمية المتمثلة في حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسار في المحاسبة المالية بنفرق بين المصروفات الإرادية والمصروفات الرأسمالية لكن في المحاسبة الحكومية من سمات المحاسبة الحكومية وخصائصة نحن ما بنفرقش ما بين المصروفات الإرادية والمصروفات الرأسمالية وده تعتبر من أهم خصائص أو سمات أو السمات العامة للمحاسبة الحكومية دي كان بالنسبة للسمات العامة للمحاسبة الحكومية وأوضحناها عزيزي الطلاب واحد اتباع الأساس النائدي اتنين الإعفاء من الضرائب 3. عدم إعداد حسابات النتيجة 4. عدم حساب إهلاك للأصول السابقة 5. عدم تكوين الاحتياطات والمخصصات 6. الالتزام بالقواعد والقوانين واللوائح والتشريعات عند تقييم الأداء 7. عدم التفرقة بين المصرفات الإرادية والمصرفات الرأس المالية 7. الجزئية المهمة أيضا وهي أوجه الاتفاق أو الشبه بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية 8. زي ما أخذنا بلنا عزيزي الطلاب هناك أوجه اتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية 9. في حاجات بتتطرق فيها المحاسبة المالية مع المحاسبة الحكومية 10. وفي حاجات طبعا بتختلف فيها المحاسبة المالية مع المحاسبة الحكومية 10. تعالوا نشوف الأول أوجه الاتفاق والشبه بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية 11. ثم بعد كده نوضح أوجه الاختلاف أول اتفاق كل عملية مالية لها طرف مدينة وطرف دائم وبنفس المبلغ أو بنفس القيمة لما نسجل أحداث مالية الحكومية داخل دفتر اليومية نسجلها في ضوء نظرية القيد المزدوك كذلك أيضا ده في المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية يبقى نظرية القيد المزاج متطبق هنا وتطبق هنا الاسلوب المحاسبي اللي هي النقطة الثانية نقطة اتفاق الثانية المستخدم في ظل المحاسبة المالية هو نفس الاسلوب المطبق في المحاسبة الحكومية أو المستخدم في المحاسبة الحكومية نحن نسجل عملات في دفتر رمية والرحل عملات في دفتر أستاذ كذلك أيضا في المحاسبة الحكومية نسجل عملات في دفاتر اليومية ثم يتم الترحيل في دفتر أستاذ دي نقطة اتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية عندنا نقطة أخرى وهي الوحدة الزمنية وطبعا الوحدة الزمنية يعني الفترة المحاسبية بتكون سنة مالية وهي بتكون 12 شهر في طبعا المحاسبة المالية وفي المحاسبة الحكومية طبعا مع اختلاف أن السنة المالية في المحاسبة المالية بتبدأ فيه واحد واحد في الغالب وبتنتهي في 31-12 من نفس العام أما في الوحدات الحكومية فالسنة المالية بتبدأ في واحد سبعة من العام الحالي وتنتهي تلاتين ستة من العام التالي ولكن الاتفاق أن الوحدة الزمنية اتناشر شهر سواء في المحاسبة المالية أو المحاسبة الحكومية النقطة رقم أربعة وهي وحدة القياس وحدة القياس سواء في المحاسبة المالية أو المحاسبة الحكومية هي النقود يبقى كل الأصول وكل المصفات والإرادات وكذا والخصوم بتقوأم أو بيتم قياسها بالنقود بيتم تقيمها بالنقود ودي وحدة القياس خمسة المصطلحات المحاسبية في كلا فرعي المحاسبة سواء المحاسبة المالية أو المحاسبة الحكومية بتكاد تكون متفق عليها وموحدة سواء في المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية احنا كده عزيزي الطلاب وضحنا اوجه الاتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية طبعا خلال حلقة اليوم ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وقدرنا نتكلم في نقاط كتير جدا في الباب الأول الخاص بالإطار المحاسبة الحكومي اتعرفنا على تعريف المحاسبة الحكومية أهدفها مجالات تطبيقها أو نتاق سريانها ثم اتعرفنا على أسس كياس النتائج في المحاسبة الحكومية والسمات العامة للمحاسبة الحكومية وتكلمنا أيضا عن أوجه الاتفاق بين أو الشبه بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية فاضل عندنا نتطيم من وهي أوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية وكذلك العلاقة بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية ان شاء الله هنستكمل حديثنا عن الأجزاء المتبقية في الوحدة أو الباب الخاص بالإطار العام للمحاسبة الحكومية في حلقة قادمة أدعو الله سبحانه وتعالى أنتم تكونوا مستفدتم استفادة جمّة من الموضوعات أو النقاط اللي احنا تناولناها في الباب الأول من أبواب منهج المحاسبة الحكومية وهو الباب الخاص بالإطار العام للمحاسبة الحكومية وإن شاء الله انتظرونا في حلقة قادمة من حلقات منهج المحاسبة الحكومية وأن نلقاكم على خير إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته